بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمات نتمنى اللي تشوف هالفيديو يكون بخير على خير وبصحة جيدة نشكر الناس اللي تدعموا القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوتي غد نوضع الوصفة طلبتها واحد سيدة عند هالقزيمة عند هالقزيمة طلبتني باش نحط لها وصفة خاصنا نعرفو القزيمة منين تتكون او علاش تتجيل الواحد القزيمة اما تتكون في ليدين اما تتكون في الرجلين اما تتكون في الادفار بحال هالي اللي عندي هنا كانت عندي انا ابرات ابرات هاي شوى كانت عندي فاتسبع ابرات ولكن هي من العصب كان لمعصب تتخرج لالكزيمة او من مواد التنظيف هذا اوقع لي من مواد التنظيف من مواد التنظيف ده برا برا تقريبا تندير هاد الوصفة اللي غن نعطيكم دابا ان شاء الله نشارك معكم هاد الوصفة وهي خاصة انها السيدة حطت ليه لحات بانني خاصة نحط وصفات ديال اه امراض جيلدية واليوم غادي نحطها ان شاء الله ان شاء الله نشاركها معاكم علشان لا انا مثلا بخلي على زوار التحاجة ولا المشاهدين التحاجة اذا بحول الله وخوتي خاصنا نهضروا على الاسباب واشنو خاصك تغيري في السلوكيات ديال الناس اللي عندهم هاد المرض ديال الاكزيما الاكزيما هي فطريات هي تتخرج بحل الحبيبات صغيرين ومن بعد تتخرج لك الرويس وتتفرقع من تتفرقع تتعطي واحد الماء سائل وتتبدأ الانسان تيبدي حك اذاك تيبدي حك تتنوض اما في الرجلين اما في ليدين على حسب كي اللي عنده تتكون عنده في رجليه تتقدر تعادي الاشخاص اللي تي لبسوه معاه الحويج هتقدر تعادي لانها تتعادي هي الاكزيما تتعادي لانها فطريات والتهابات جلدية عندها مشكل اغلبية الناس اللي مصابين بها مصابين بها اغلبية من العصب اما المواد النظيفية بحل هذا كنت درج جافيل وكنت درج بروضويات وتأثر لي السبع ديالي ولكن بعد المداوم مع الدور كشي وخدر الدور الطبيب ما مساعدنيش درت دور الاعشاب شوية ان شاء الله بحاول الله وقوتي غادي نوضعو هاد الوصفة ولكن نحاولو الناس اللي عندهم هاد الناس اللي تي كونو عندهم هاد الالتهابات او ما yang Schedzima أي ما يلبسوش البلاستيك يحاولوicher البلاستيك البلاستيك سي اثر على البلاستيك سي اثر على اللي ليلكنت في الرجلين خسني مالبش البلاستيك خسني اه البش بحل صابو ديالي الجلد بنالبش البلاستيك لانه تيزيد في الهياجين ديال التهابات ديال امراض القزيما نحاول الناس اللي عندهم القزيما ياخدوا يطهروا يطهروا الجسد ديالهم او الرجلين باش ما يتعدوش من بلاسة لبلاسة يحاولوا ديما يطهروا ياخدوا شيء الكل ويبدأ يمسحوا به للحامد والماء الحامد ديروا بشي رشاش بحال هذا الحامد والماء الحامد والماء ناخد رشاش ونرش هذا نطويدية ورجلية الحامد والليمون بالنسبة احنا في المغرب نقوله الحامد الناس اللي بالدول العربية يقولوا الليمون ان شاء الله المكونات ساهلين ما وعرينش عدنا مكونات بساط اول حاجة الناس اللي عندهم القزيما خاسهم ياخدوا صابون ديال الكبريت الكبريت بحال هذا ياخدوا صابون ديال الكبريت بدوا يغسلوا بها المناطق اللي عندهم مريضة صابون الكبريت تيتبع في السيدليات سبحان الله صالح لتطهير تطهير هديك القزيمة تكرمها وتتحاول تبدأ ضبرة نحاول ناخدو ناخدو المرة المرة هاي المرة المرة هاد هاي المرة هاي المرة تتبع هاي المرة نحاول 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 ان شاء الله بحول الله وقوته نحاول غناني ندقها مزيان ندقها مزيان ونحاول بحال ناخد كمية بحال هادي بحال هادي نعطيكم مثل نعطيكم ناخد قدر بحالك ثلاث حبات من المرة نحاول ندقها مزيان ونضيفها إلى زيت الزيتون زيت الزيتون زيت الزيتون ندقها مزيان في الآلة الكهربائية رتت تتطحن وندقها مع قليل من السنوج او الحبة البركة هذا السنوج وحبة البركة المرة السنوج او حبة البركة ونضيف عليها زيت الزيتون والكبريت ربعات المكونات الكبريت نطحنه هاد الكبريت ها هو الكبريت السنوج وحبة البركة اللي عنده حبة البركة يديرها واللي عنده سنوج يديرها عندنا المرة الكبريت يتطحنوا مزيان يتطحنوا ومزيان ويددروا مع زيت الزيتون ثلاث المكونات عندنا حبة البركة او حبة السنوج اللي عندك بجوش ديري هم عندك وحدة ديرها عندنا الكبريت وعندنا المرة نضقوهم مزيان ونحاول أننا ندهنوا بهم المناطق المناطق اللي عدنا مضرورة المناطق اللي هتكون مأطرة بهديك المناطق اللي مضرورة بحل اليدين أو الرجلين احتمل المصلة مع الزيت والزيتون الدخول و المرى من السنوج والذيون الدخول و ال tone و هذا التوكيب نامج هي 3 مقونات عقل المقونات؟ الزيت والذيون الدخول والذيون الدخول تسولوا على هذه السنوج. السنوج حبة ورقاق. حبة ورقاق وهو. والاخرى حبة البركة هي اللي ستكون غلايدة هايا. هايا اللي سا عندها لماعان. فالماعان. هايا مخلطة معها. مع المرة هايا المرة. شو المرة كديرا? المرة. مع الكبريت. مع الكبريت. آآ لان الكبريت صالح. هادي اللي بغيتوا تدقوه وتضيفو الى الصابون. اللي بغيتوا شروا الصابون. تبخوه مع صابون. الصابون اللي تزغسلوا به بدون آآ مايكونش عندو باقفة. مايكونش في باقفة. صابونة عادية. ونطبخ مع الكبريت. ونبقى ندهن به المناطق. ندير الليمون مع زيت الزيتون. او آآ مع الماء. وندن نطهر به المكان اللي عندي فيه الاكزيمة. ندير ها الليدين. وندير ها الرجلين. آآ ندير ها الليدية والرجلية. الناس اللي عندهم آآ بحال هاد اه الاكزيمة ديال الاضفار. آآ مبعد وغادي نحط واحد آآ تنذير لها واحد بومادة. مبعد وغادي آآ خليوا لي تعليقات اللي كنتو بغيت وتعرفوا البومادة اللي تنذير. آآ نعطيها لكم باش تديروها ان شاء الله مزيانة. هادا كان ها شدو? لانا آآ ديما عندي هادا ناقص شوية هادا الصباح مع آآ مرضلية بمواد تنظيف. مواد تنظيف حاولوا انكم تبعدوا منها لانها آآ لانها آآ هي تزيد الهياجان. تزيد الهياجان ديال الامراض الجلدية والتهابات. نحاولوا الناس اللي عندهم هادا المرض يحاولوا انهم ما يتقلقوش لانه مع القلق تزيد ضعف ونحاول انني آآ wider وانحط آيات ديالآ الجيلد مرات جلدة احط لكم آيات تقروم. نحاولون دوموا على صورة الرحمن. نبغيتو هاد المكوينات وهاد الزيت تقرؤوا عليهم صورة الرحمن. قرؤوا عليهم مرة واحدة صورة الرحمن. مرة واحدة صورة الرحمن. صالحة في الشفاء. ندير زيت زيتون ونضق الكبريت ونتحن البركة حبة البركة والسنوج ونتحن الكبريت والمرة ونخلطهم مع زيت الزيتون شوية ونبيتهم ليلة كاملة ومع يكون الغد نحاول ندهن بها الجسد ديالي نبعد من القلق ونبعد من المواد التنظيف نحاول الناس اللي عندهم نحاول الناس اللي عندهم هاد الالتهابات يشريو صابون ديال الكبريت لما عندهم مش باش يشريو يحاولوا ياخدوا صابون عادي بدون طغفا ويدقوا الكبريت ويتبخوه معه وحاولوا يبدأوا يصلوا به المكان اللي عندهم الالتهابات والقلق اصعب حاجة هو القلق بالنسبة لهاد امراض اللي تكونوا جلدية اذا الحبابي في الله تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة تنتمنى لكم حد صعيب وتنتمنكم انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله قبل ما انسى حاولوا الدهنوا على حسب الوقت اللي تكونوا انتم غسلتوا وسالتوا وارتاحتوا ومشيتوا النوم دهنوها ليلة كاملة باش انها تفاعل مع الجسد ديالك اذا ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا دعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا عندي بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته